هلو 4th grade today we're gonna talk about grammar informational questions اسئلة الاستفهامية او الاسئلة اللي بحصل منها على معلومات ما بيكون جوابها yes or no بيكون جوابها معلومة واخدنا انه هاي اليوم الاسئلة بيبدأ بwh questions اللي هم what, where, when, why, how, وهكذا تمام واخدنا كل واحدة شو معناها وانت بستخدمها اليوم درسنا عن how بنعرف how بستخدمها مع مين ناخدها اليوم انه نسأل عن صفة معينة بشيء معين تمام الصفات اللي اخدنا اخدنا كتير صفات بحياتنا رح ناخد امثلة قليلة عليهم مثل far بعيد narrow ضيق long طويل deep عميق hot hard cold بارد big كبير tall طويل الفرق بين long و tall long بيكون طويل بشكل افقي بدي احكي عن مثلا طول مثلا الساحة افقيا طول البيت بشكل افقي مش بشكل طولي tall لما بدي احكي عن طول العمارة لفوق مع عمودية او بستخدمها مثلا لطول القامة اكي هلا كيف شو الفورم او شو صيغة المعينة لأسئلة الاستفهمية الinformational questions او شي بحط الhow بعدين بحط وراها الاجكت بالصفة بعدين الverb على اغلب درسنا هون verb to be اما بالpresent او بالpast is or was where تمام وبيجي مناسب مع مين مع السبجكت اللي وراه النون يعني اذا كان النون جمع بدي هيديجي معاها شو جمع هيتكون are او where حسب شو صيغة حسب شو التنس اللي عنا تمام اذا كان مثلا مفرد رح تيجي هون is or was حسب التنس اللي عنا how far is the beach from here اول مثال حطينا how بعدين بقديها الاجكت بالهي far حطينا هون is ليه لاني عم بسأل عن الbeach عن الbeach الbeach اللي هو الشاطئ وهو مفرد فاخدنا is تمام how far is the beach from here يعني كم مدى بعد الشاطئ عن هنا اذا بدي اجاوب مثلا بحكي بحكي كي بدي احكي بقوش شيء الbeach هو مفرد بحكي it وبطلع على الفيرب to be بحط is طبعا حسب السؤال وبكتب المسافة اللي او البعد اللي انا بعرفه تمام الجواب اللي انا بعرفه رقم how long is the amazon river نفس الاشي هاو بعدين الاجكت اللي هي long حطينا is انه الامازون ريفار هو عبارة عن مفرد تمام how long is the amazon river يعني قد يبلغ او كم مدى طول نهر الامازون طبعا هو بيكون افق عشانك هستخدمنا long مش طول فهلا اذا بدي اجاوب بطلع اذا الامازون شو ما له هو مفرد بحط it it بطلع على الفيرب to be اللي هي is اكيد الاتر ناسبها is وبكتب الطول اللي انا بعرفه المعلومة انا بعرفها how deep is the pacific ocean نحط اول شي هاو بعدين الاجكتف deep حطينا is مناسبة لل pacific ocean تمام اذا how deep is the pacific ocean يعني كم يبلغ عمق او كم مدى عمق اللي هو محيط الهادي كمان مثال how cold was the winter when the titanic sank يعني كم كانت برودة او كم مدى برودة الماء عندما غريقت سفينة تيتانيك تمام هلا هون حطينا how بدنا حطينا وراها الاجكتف واستخدمنا مرة هاي was ليه انا هي من زمان غرأت ما غرأت هلا ما عم تغرأ هلا هي من زمان غرأت فشو اذا استخدمنا was ليه اول شي لانها بالماضي تنس ماضي ثانيا لانه the water the water هو اللي بسأل عنه المي تمام والwater هون اصلا حكينا انها عبارة عن شو زمان نعرف ان هي uncountable ودائما تعتبر مفرد فاستخدمنا was ما استخدمنا where تمام لانه هي بالماضي وكمان مفرد فاستخدمنا was اذا بدي اجاوب بحكي it عن الماء باكتب it بحط was وباكمل قدية البرودة وباكتب قدية درجة السلسيس تمام اكي how narrow are the hallways يعني كم مدى ضيق الممرات hallways اللي هي الممرات هلأ مثلا هون ليش حطينا are لانه hallways هو plural جمع فحطينا are فهو بعدين بيها adjective حطينا البرب تبيل هو الار المناسب للسبجك اللي هو the hallways لما بدي اجاوب كيف بجاوب يا مس بجاوب بطلع hallways هو عبارة عن شو عن جمع فما منحط it منحط they they وبحط الار وبعدين بكمل قدية ضيق الهالواز او قدية ضيقين هم الهالواز how long was the film last night قدية طول الفيلم مدته يعني قدية مدة الفيلم was طبعا ليش was اول شي لانه tense بالماضي last night وثانيا الفيلم هو مفرد فما منحط where اكد منحط was فhow long بعدين حطنا adjective حطنا الواز بعدين الفيلم هي الsubject اللي بنسأل عنه فلما بدي اجاوب شو رح احكي لما اجاوب رح احكي الفيلم طبعا هو مفرد فit وبنزل الواز وبكمل قدية مدته بكم ساعة مثلا مثلا three hours how big is your house اكي how بعدين حطينا وراها الادجكتف حطينا is لانه your house هي singular فلما نبدي اجاوب بحكي it is وبنكمل قدية قدية حجمه تمام ناخد الكوستنز هلا امثلة how is the ice cream طبعا ice cream هو بارد فبنحط how cold is the ice cream how can you dive انه تغطص غلا بما انه بدي اغطص تحت حتكون اكيد رح تكون deep احنا حنغطص في الموية مثلا حتكون deep بالعمق مش ارتفاع لفوق لا تحت تمام عمق how is your dad فحرح اسأل عن طول بابا بما رح استخدم يعني طول قام بما رح استخدم long رح استخدم طول اوكي فبنحط طول how are you هم بسأل عن مين بسأل عن عمره how old are you تمام how old are you مثلا اجاب واحدة منهم مثلا بحكي how مثلا how deep can you dive how deep can you dive حتما انه بحكي عن you ممكن احكي i can dive وبحكي قديش كم المساعة في مثلا اللي انا بقدر اني اغطصها او مثلا لو حكينا هون how cold is the ice cream باخذ ice cream بحط eat اوكي بحط از مثلا وبكتب الدرجة الدرجة المئوية لابرودة الايس كريم مثل هيك اشتركوا في القناة